الصواريخ التي استخدمها حزب الله اللبناني صباحا هذا اليوم هي ليست بالصواريخ الاستراتيجية أو الذكية أو الباليستية مع ذلك ضربت بعض النقاط في حيفا بسبب أنها استنزفت للمنظومات الدفاعية وتمكنت من السقوط في عدد من النقاط لكن عندما نتحدث عن إيران فإن إيران أثبتت بأنها قادرة على ضرب الأهداف التي تبحث عنها وإن أرادت من ضرب هذه المنشآت النفطية التي نتحدث عنها اليوم في حيفا هي أكثر من قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية بعد كل ما شهدناه في الأول من أكتوبر من هجوم تقريبا بأكثر من 200 صاروخ من إيران على إسرائيل ألا تعتقد بأن إن تقدمت إسرائيل بشكل أكبر تجاه حزب الله اللبناني وانتقمت إسرائيل من إيران إيران قد تندفع لضرب هذه النقاط تحديدا في البداية لا أتفق مع هذه النقطة بأن إيران كان لديها هجوما ناجحا كما قال قائد السابق لقيادة المركزية الأمريكية الجنرال مكنزي بأن هذا الهجوم كان فاشلا بالكامل إيران لم تظهر القوة التي تجعلها تظهر كتهديد للحرب السائرة من الجانب الإسرائيلي مع لبنان أنا سأتوسع وأقول بأن لبنان اخترقت نظام القبة الحديدية الصواريخ التي تسربت لأن نظام الذكاء الإصطناعي في القبة الحديدية سيسمح للصواريخ إذا كانت متوجهة إلى أهداف غير مهمة سوف تسمح لهذه الصواريخ بأن ترتطن بالأرض ولا تشكل أي أذى وبهذه الطريقة يوفرون الذخيرة في الأنظمة للدفاع الجو اشتركوا في القناة